موسيقى نشرة المفصلة من الميادين أهلا بكم وإلى عنوينها موسيقى استشهاد فلسطيني وجرح آخر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كافة الحارس بالضفة المحققة الأممية تصف اغتيال سليماني بالسابقة في تاريخ النزاعات المسلحة واشنطن ترفض ومندوب إيران يؤكد للميادين حقها في ملاحقة القتالة قضائيا موسيقى كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي وسائل علامة تتحدث عن عشرة ألاف جندي في الحجر واستدعاء جنود احتياط وإلغاء مناورات وتقارير أعلمية أمريكية تؤكد إفشال الإمارات اتفاقا خليجيا لحل الأزمة مع قطر بوساطة من واشنطن هو محاولة الزج بالمؤسسة العسكري في الصراعات السياسية الرئيس التونيسي يحذر من استدراج الجيش إلى صراعات سياسية داخلية ويتهم جهات بالسعي إلى تفجير الوضع الداخلي موسيقى استشهد شاب فلسطيني وجرح آخر بإطلاق جرود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين النارة على قرية كفا الحارس في محافظة سلفيت بالضفة الغربية مراسلنا أكد أن جيش الاحتلال ومستوطنيه أطلقوا الرصاص بطريقة عشوائية ما أدى إلى استشهاد الشاب إبراهيم أبو يعقوب وإصابة محمد عبد السلام حركة حماس دعت الفلسطينيين في سلفيت إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة تشيع الشهيد أبو يعقوب بعد صلاة الجمعة التي ستقام فوق أرض كفا الحارس وأكدت أن المقاومة الشاملة هي الخيار القادر على مواجهة الاحتلال ومخططاته في الضم والتوسع كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة إلى إغلاق طرقات وعرقلة حركة جيش الاحتلال ومستوطنيه سلسلة بشرية نفذها ناشطون في مقاومة الجدار والاستيطان في كرة شمال غرب القدس وذلك رفضاً للضم وصفقة القرن وتزامناً مع تواصل اعتداءات الاحتلال واعتقاله عشرات الفلسطينيين نسرينسي وثيقة تؤكد رفض الفلسطينيين لصفقة القرن الأمريكية ولمخططات ضم الضفة سعى نشطاء إلى تسليمها لممثلي الهيئات الدبلوماسية العاملة في فلسطين من خلال تنظيم سلسلة بشرية تمتد عبر الطريق التي يمر بها الدبلوماسيون أثناء خروجهم من رمالة عبر بلدتي بيرنبالا والجيب شمالي غرب القدس وهما من البلدات المهددة بمخططات الضم الإسرائيلية هذه رسالة من منطقة تم منذ بداية بناء الجدار عزلها عن مدينة القدس نتحدث عن 17 قرية هنا في هذه المنطقة عزلت كلين عن مدينة القدس والآن في مخططات الضم هذه القرى جميعها هي مستهدفة بالعزل الكل وهذا يهدد وجود هذه القرى هنا المتظاهرون حملوا علم فلسطين ولافتات تطالب الدول الأوروبية بالتحرك لمنع تنفيذ صفقة القرن نحن كشعب هذه المنطقة نرفض مشروع الضم جملة وتفصيلا ونرفض صفقة القرن وأننا جزء من الكدس عاصمة الدولة الفلسطينية التظاهرة تزامنت مع اعتداءات جديدة للاحتلال الإسرائيلي الذي هدم منشأة زراعية في بلدة كفر نعمة وأطلق الرصاص باتجاه الشبان الذين تصدوا له فيما شن جنود الاحتلال حملة اعتقالات طالت القيادية هنا في حركة حماس جمال الطويل وحسن كويك وعدد من الشبان في أنحاء مختلفة من الضفاء هذا بالأساس احتلال ما بفرك لا بين طفل لا بين صبية لا بين مرأة لا بين شيخ لا بين رجل هذا احتلال مفهومنا احتلال يعني ما فيش أي قانون بنطبق عليه من الإنسانية حركة حماس والجوهة الشعبية لتحرير فلسطين وصفتها اعتداءات الاحتلال بالمحاولة اليائسة لمنع توحد الجهود لمقاومة مخططات الضم الاعتقالات والاقتحامات المتكررة التي تنفذها إسرائيل ضد المدن والقرى الفلسطينية تسعى من خلالها إلى إرسال رسالة بأنها صاحبة السيادة على الأرض بقوة السلاح نسر سلمي رام الله الميادين ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن فيروس كورونا مستمر في ضرب الجيش الإسرائيلي بحيث بلغ عدد المصابين حاليا نحو ضعفين مقارنة مع الموجة الأولى القناة الثالثة عشر أشارت إلى دخول رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى العزل بعد وجوده قرب مصاب كما تحدثت عن توقف كتيبة كاملة عن العمل القناة لفتت إلى وجود عشرة ألاف جندي في العزل حاليا وتحدثت عن إلغاء مناورة رائتية وأضافت اللا تمويل كافي لإجراء التدريبات الكبيرة دخول إسرائيل في الموجة الثانية من جائحة كورونا ترافق مع الحديث عن ارتفاع عدد الإسرائيليين الذين يصيبهم الجوع وترجيحهم بتخطي عدد العاطلين من العمل المليون تقرير من الإسماعيل فيما يواصل عداد الإصابات بجائحة كورونا في إسرائيل بالارتفاع مع إعلان المسؤولين في الجهاز الطبي فيها دخولهم في الموجة الثانية من الفيروس يواصل مؤشر النمو الاقتصادي الإسرائيلي خفاضه متأثرا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الجائحة ثمن اقتصادي باهظ يدفعه الإسرائيليون بسبب أزمة كورونا ولمن يحاول حتى الآن إنكار وجود أزمة اقتصادية فأن المعطيات لا تكذب وهي تشير إلى ارتفاع دراماتيكي في أعداد المفلسين في إسرائيل فشل الحكومة الإسرائيلية في المعالجة بحسب خبراء لجائحة كورونا كان سببا مباشرا للتدهور الحاد الذي شهده الوضع الاقتصادي في إسرائيل حيث تتحدث المعطيات عن ارتفاع عدد الإسرائيليين الذين يعانون من الجوع واللافت برأي مراقبين محاولة المسؤولين الإسرائيليين تجاهل هذه الأزمة هناك أشخاص في إسرائيل ليس لديهم ما يأكلونه ونتنياهو لا يفعل شيئا صحيح أن لديه أغلبية كبيرة بحسب الإحصاءات لكنه لا يؤدي دوره كما يجب الأشخاص هنا بسبب كورونا لا يهمهم الضم ولا شيء آخر هم ليس لديهم أموال لشراء حاجيتهم من السوق هناك مليون عاطل من العمل يجب إعادتهم إلى أعمالهم وهناك مصالح تضررت وهي في ضائقة كبيرة لكن القول إن الناس جياع وليس لديهم ما يأكلونه هراء ومبالغ فيه وفيما تكمل الخشية الآن من موجة بطالة ثانية في إسرائيل قد توصل سريعا عدد العاطلين من العمل فيها إلى عتبة المليون تسأل مراقبون عن ما إذا كان وزراء الحكومة وأعضاء الكنيسة عميانا عن الوضع أم إنهم غير قادرين على فهم المعنى الحقيقي للإحصاءات التي يسمعونها أعلن وزير الخارجيات الأمريكي مايك بومبيو رفض التقرير المقررات الأممية أنياس كالمار الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ووصفه بالزائف هذا التقرير أكد أن الاغتيال يمثل سابقة في تاريخ النزاعات المسلحة موسى عاصي الولايات المتحدة في مقعر المتهمين بخرق القوانين والمواثيق الدولية معزولة أمام مجتمع دولي لم يكن بمقدور معظم دوله حتى الحليفة منها سوى التنديد واستنكار إقدام واشنطن على اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني بعدما برهنت المقررة الدولية الخاصة أنياس كالمار أن هذه الجريمة هي خارج نطاق القوانين والمواثيق الدولية كالمار عرضت حجاجها القانونية وخلصت إلى أن المعيار الوحيد الذي استندت إليه الولايات المتحدة في هذه الجريمة هو الانتقام لا أعتقد أنه خلال الضربة التي أدت إلى مقتل الفريق سليماني كانت هناك حالة نزاع مقر بين أمريكا وإيران على أرض العراق الولايات المتحدة تذرع بالدفاع عن النفس الاغتيال مسؤولا رسميا وهذا تطور خطير إيران طالبت الأمم المتحدة استنادا إلى تقرير كالمار بالقيام بواجباتها عبر محاسبة الولايات المتحدة على هذه الجريمة مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة يجب أن لا يستمر بالصمت حيال هذا العمل الإرهابي الإجرامي ويجب أن يدقان قص الخطر لأن الأمر لن يتوقف هنا يجب أن تكون المحاسبة وإحقاق العدالة في رأس أولويات النظام الأممي العراق رحب بتقرير كالمار وأكد أن ما قامت به الولايات المتحدة هو اعتداء على سيادته قدم العراق شكوى إلى الجمعية العامة ومجلس الأمم بشأن الهجمات الأمريكية واختيال قادة عسكريين عراقيين واصدقاء رفعي المستوى من دولة مجاورة والتي أسفلت عن استشهادنا برئيس هيئة الحجر الشعب العراقي والذي هو أحد تشكيلات القوات العراقية ورفاقه في انتهاك خطير للسيادة العراقية مدخلات بعض الدول الأعضاء رحبت بتقرير المقررة الأممية لكنها شككت في إمكانية التوصل إلى نتائج مرضية استنادا إلى تاريخ من التجارب غير المشجعة تعترف أن يسكي لامار بأن تقريرها الحالية كما تقريرها السابقة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لن يوصل إلى إحقاق العدالة للضحايا في ظل موازين القوى الحالية في الأمم المتحدة لكنها تصر على مواصلة عملها إظهارا للحقيقة موسى عاسي جينيف الميادين وفي حديث خاص للميادين قال منذوب إيران في مجلس حقوق الإنسان في جينيف إسماعي البقاء هامانا قال أن اجتماع المجلس كان مهما بخصوص قضية الشهيد سليماني وكذا حق تهران في ملاحقة القتلة قضائيا اغتيال الشهيد سليماني تحول إلى قضية عالمية منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية في الاجتماع لاحظنا أن ما من دولة واحدة عبرت عن موافقتها المباشرة أو غير المباشرة على فعل الإرهاب الذي ارتكبته واشنطن لذلك بالنسبة إلينا من الواضح تماما أن المجتمع الدولي قد سائم النهج الأمريكي القائم على التنمر في التعاطي مع القانون الدولي والعلاقات الدولية أعتقد أن الأوروبيين ليسوا في موقع يسمح لهم بدعم فعل الإرهاب الأمريكي ولا شك في أن هذا الفعل مثل مصدر قلق بالنسبة إلى البلدان كافة بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى خط آخر قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قليباف أن سياسة ضغوط القصوى المتصاعدة التي تتبعها الولايات المتحدة تصعب ظروف مواجهة كورونا رغم مطالبات المنظمات الدولية برفع أو خفض العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على الشعوب ولا سيما الشعب الإيراني فأن سياسة الضغوط القصوى التي تتبعها الولايات المتحدة ما تزال تتصاعد وهي تصعب ظروف مواجهة كورونا والمساعي المبذولة في هذا السياق ولا بد من إدانة هذه الإجراءات باص القصير ونواصل بعده النشرة أهلا بكم من جديد كشفت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن الإمارات أفشلت الأسبوع الماضي اتفاقا خليجيا لحل الأزمة مع قطر بوساطة أمريكية القناة لفتت إلى أن الاتفاق كان متاحا بعد اجتماعات بين مسؤولين كبار من السعودية وقطر والإمارات والولايات المتحدة لكن الإمارات غيرت موقفها في اللحظة الأخيرة طلبت من السعودية وقف المقترح أكد وزير الدفاع المصري محمد زكي جاهزية الجيش للتصدي لأي تهديد ولعدم السماح بتهديد الأمن القومي من جهة الغرب وخلال حضوره المناورة الاستراتيجية حسم 2020 دع زكي إلى الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية وشملت المناورات تأمين طائرات المهام أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية في عمليات القضاء على العناصر المرتزقة من الجيوش غير نظامية وفق بيان الجيش المصري أيدت أعلى محكمة طعون في مصر حكما نهائيا بسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر وأربعة آخرين وبحسب وسائل أعلام مصرية فأن المحكمة رفضت الطعن المقدم في القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد حيث وجهت إليهم اتهامات منها تأسيس جماعة إرهابية وحيازة أسلحة حذر رئيس تونسي قيس سعيد من مغبة استهداف المؤسسة العسكرية وضرب مؤسسات الدولة وتغييب سلطتها وطالب التونسيين بأن يتحلوا بالوعي الكافي لتجنب الانجرار إلى فتنة بينهم في هذه المرحلة الحساسة ومن بين المخاطر اليوم هو محاولة الزج بالمؤسسة العسكري في الصراعات السياسية نحن أمام هذا الوضع السياسي علينا أن نكون في مستوى المسئولية التاريخية التي ابتلين بها مسئوليتنا هي الحفاظ على الدولة التونسية بكل مؤسساتها وعلى الجميع أن يعي الخطر الذي يتهددها أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تابون تلقت إصالا هاتفيا من نظره الفرنسي أمانيال مكرون بحثا خلاله الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل وأضفت أن الرئيسين اتفقوا على مواصلة التنصيق والتشاور بين البلدين كفاعلين أساسيين في المنطقة وعلى إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحلول السياسية للأزمة السائدة هناك إلى سوريا حيث أقفت القوات التركية وضخ المياه إلى محطة الوك التي تمد مدينة الحسكة والمنطقة المحيطة بها بالمياه وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها القوات التركية المياه عن ريف الحسكة الشمالية هذه الخطوة دفعت السكان إلى استخدام الخزانات والأواني البلاستيكية لنقل المياه والله ما عدنا مي والله تهالكنا من هالبر الجربان نجيبه نجيبه نرشه البيت نقشه البيت نشربه والله تهالكنا والله متنا هالصورة بين رجلين يروحون يجي العواجيز ما يقدرون يشيونها السطلات تبه هدلنا لا كهرباء ولا مي ولا حد خبز عدم مع بي وكل شي مع بي وانترجعكم رجل يجينا مي ويجينا شيء كهرباء زادينها لا نقدر نغسل لا نتوضع لازل صلي حتى الشجر يبسوا الوالدة مرضانة هلا قاعدة قاعدة لا تقدر تدحمهم لا تقدر تتوضعهم ومتمدد بلا وضوء عندي خزانين فوق الصدح فاضين عندي خزان والأرض فاضي عنا جيران لو ما يدعمونا بالمي المرة جيران يعطوني ما يمر هلا هالخزانين شو أجايف عنك لو ما يمر ما نقدر نغسل وجهنا قدم حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا قائمة مرشاحه للانتخابات التشريعية والمقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري تقرير محمد الخضر أكبر الأحزاب السورية تم استعداداته مبكرا للانتخابات التشريعية حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ نحو ستة عقود اختار مرشحه إثر انتخابات داخلية سماها الاستاناس تجديد في الأسماء طال أكثر من نصف نواب البعث في المجلس الحالي البالغ عددهم أكثر من مائة وستين نائبا استئناس الحزبي هو عملية انتخابية على المستوى الداخلي على مستوى الحزب تقوم بها قواعد الحزبية في مختلف مؤسساتها بالمشاركة بإدلاء الرأي حول من يمثل الحزب في مؤسسه ما اختيار ممثلي البعث أحدث حراكا واسعا في صفوف الحزب مناقشة تجربة الاستاناسة في اجتماع ترأسه الرئيس بشار الأسد للقيادة المركزية للحزب في إطار تطوير التجربة والإفادة منها في استحقاقات مقبلة أنا باعتقادي كانت معيارية إلى درجة كبيرة جدا لأن هناك كان شراك كبير وواسع لقواعد الحزب في هذا الاختيار وفي هذه العملية بعد وجود شروط ومعايير تعتبر هي للناحية التنظيمية أساسية عملية الاستاناسي لاخت انتقادات ليست بالقليلة ما دفع إلى إعادة فرز الأصوات في فرع ترطوس لحزب البعث هذه التجربة بطبيعة الحال لم تخلو من العيوب والشوائب أخرجت بعض المخرجات التي لا يقبلها المجتمع في بعض الأحيان لكن هذه التجربة خضاعة للنقد والتقييم والمراجعة من خلال إعلام الحزب ومن خلال التفاعل عمليا لم يسبق أن خسرت قائمة الوحدة الوطنية التي يقودها حزب البعث في أي من الانتخابات التشريعية السابقة لكنها تواجه اليوم تحديات تفرضها ظروف ما بعد الحرب واشتداد العقوبات الأمريكية ترسيق الانتخابات الداخلية مجرد خطوة على طريق طويل ينتظره البعث للنهوض بأدائه في ظل تحديات كبيرة تواجه السوريين بكل أحزابهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية والاستعادة كل أراضيهم وثرواتهم والحد من حرب التجويع الأمريكية محمد الخضر دمشق الميادين أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أن الولايات المتحدة لا تمتلك معلومات استخبارية تؤكد توجيه روسيا لمقاتلي طالبان في أفغانستان بقتل الجنود الأمريكيين وفي إحاطة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب قال أن الولايات المتحدة ما زالت تنظر في الأمر وإذا تم تأكد من أن الروس يدفعون مكافآت لطالبان فسيكون أمرا جللا وفق قوله وفقت الولايات المتحدة على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز F-35 في صفقة تزيد قيمتها على 23 مليار دولار الخارجية الأمريكية قالت أن اليابان طلبت شراء 63 طائرة متعددة المهام ومزودة بالقدرة على التخفي و42 من نسخة أخرى مخصصة لحميلات الطائرات وقالت أن هذه الصفقة ستعزز أمن مواصفته بحليف كبير دعت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى زيادة فحوص كورونا وإلزام الناس باستخدام الكمامات وتعقب الحالات المشتبه فيها وحذرت من أن الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة في أفريقيا بعد ارتفاع حالات الإصابة الجديدة 24% خلال الأسبوع الماضي وقد تجاوز إجمالي الإصابات في القارة الأفريقية نصف مليون إصابة الولايات المتحدة سجلت أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 3 ملايين ومائة ألف شخص فيما بلغ عدد الوفيات 133 ألفا وفي المكسيك سجل أكثر من 7 ألف إصابة جديدة بكورونا في أكبر زيادة يومية والآن إلى العنوين استشاد فلسطيني وجرح آخر برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في كفى الحارس بالضفة المحققة الأممية تصف اغتيال سليمان بالسابقة في تاريخ النزاعات المسلحة واشنطن ترفض ومندوب إيران يؤكد للميادين حقها في ملاحقة القتلة قضائيا كورونا يضرب الجيش الإسرائيلي وسائل علام تتحدث عن 10 ألاف جندي في الحجر واستدعاء جنود احتياط وإلغاء مناورات تقارير أعلامية أمريكية تؤكد إفشال الإمارات اتفاقا خليجيا لحل الأزمة مع قطر بوساطة من واشنطن هو محاولة الزيج بالمؤسسة العسكري في الصراعات السياسية ورئيس التونسي يحذر من استدراج الجيش إلى صراعات سياسية داخلية ويتهم جهات بالسعي إلى تفجير الوضع الداخلي للمزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميدين دوت نت والميادين بالإسبانية المتابعين بالغة الإسبانية إلى اللقاء